هل عمرة تعرضت المواقف صعبة وانت على الهوا؟ طبعا يوم الحريق بتاع التليفزيون كنت على الهوا كان نعمل فهي عندنا برامج مهيش بس احترالي نكونا بنعمل كل البرامج تمثيل برنامج أطفال وبعدين بنبقى لايف كان عندنا براكفست شو وفجأة لقيت الساعة بتلعب والناس عملة تجري وبعدين زباط كبار ماشيين دا كانت سند كاملة وفكرة؟ كان ثمانينات أو ثمانينات حاجة كده وكنت على الهوى فقلت لهم قالوا لي في حريق ومش عارفين أي قنوات اللي بتشتغل وإني اللي مش بتشتغل يعني ممكن يكون حد بيستقبلنا بس إحنا مش قادرين ما بقاش فيه مونتور هل أنت فعلا البس مستمر ولا لأ فتفضلي قاعدة في الستوديو لأن ممكن يكون فيه بس ما تتحركيش وأنا شايف دخان وزباط ناشا ومفروض أن أنا أكمل live البرنامج البركفست شو فقاعدين ومنحط الميوزك وقاعدين يقولوا ومش عارفين هل الناس فعلا معنا ولا لأن التليفونات تقطعت والدنيا متدربكة وقاعدنا استمرين كده هو على الهوى لغاية وقلنا لازم تفضلي قاعدة لغاية الناشرة لأن ما فيش موزيع قادر بقى خلاص كل الشفتات اللي جاية فيش حد جاية تفضلي قاعدة بقى طول النهار تملي تملي موضوع المالي ده أنا بلاقيه سعر لأنك مش عارفين هما كمان بتملي بإيه بقى عشان أنا الموضوع المالي ده بالنسبالي من حاجات اللي ما بعرفش استوانات ده وبرامج مسجلة ونريح فيها وطبعا مش قادرين نتحرك لأن أنت قاعدة جولو ستوديو ما تقدريش تعملي حاجة خلاص أنك انت قاعدة على الهوى لغاية ما يجولنا حد جلنا حد كبير كده وقالينا خلاص أنتو يعني كده كفاية لأن تقطعت بقى البرسال بس طول ما هو إن هما ما كانوش عندهم مونيتر أنت فعلا وصلة فين ما يقدروش إنهم يقطعوا